السلام عليكم وياكم حسين البارحة وصلت جميع هواتف أبل الجديدة اللي هي الآيفون داعش والآيفون داعش برو والآيفون داعش برو ماكس إلى العراق لسه رح نطيكم أسعار الأجهزة بجميع الذواكر وكل هاي الأسعار رح تكون من مكتب عالم القلعة موقعهم بغداد الكاظمين خلونا نبلج أولاً آيفون داعش بذاكرة 64 جيجا بايت اللون الأبيض سعره 840 دولار آيفون داعش بذاكرة 128 جيجا بايت اللون الأسود سعره 895 دولار اللون الأحمر سعره 895 دولار اللون الأصفر سعره 895 دولار اللون الأبيض سعره 895 دولار لكن اللون الأخضر سعره 950 دولار اللون الأرجواني بسعر 950 دولار نساعدنا آيفون داعش بذاكرة 256 جيجا بايت اللون الأرجواني ب1050 دولار اللون الأسود بـ 1020 دولار آيفون 11 برو ذاكرة 64 جيجا بايت اللون السلفر 1215 دولار اللون الأخضر 1280 دولار واللون الرمادي 1265 دولار عندنا الآيفون 11 برو 256 جيجا بايت اللون الأخضر سعره 1430 دولار اللون الرمادي سعره 1420 دولار عندنا آيفون 11 برو ماكس ذاكرة 64 جيجا بايت اللون السلفر 1315 دولار اللون الغولد الذهبي 1315 دولار اللون الرمادي 1360 دولار عندنا آيفون 11 برو ماكس 256 جيجا بايت اللون الرمادي بسعر 1615 دولار هاي أسعار الأجهزة طبعا الأسعار فقط بالدولار أنت إذا أدري تحول هذه العلاقة تدخل على الحاسبة ماتك تكتب المبلغ اللي قلته مثلا رح نأخذ كمثال عندنا الآيفون 11 الذاكرة 64 اللون الأبيض سعره 840 دولار تدخل على الحاسبة تكتب 840 هاي 840 في 1200 اللي هو سعر الصرف بالعراقي يطلع لك مليون وثمانية ألف دينار عراقي هذا سعر الآيفون 11 ذاكرة 64 اللون الأبيض فأنت الجهاز اللي تريده تشوف جهاز سعره تكتبه بالحاسبة تضربه في 1200 يطلع لك المبلغ بالعراقي أتمنى عجبكم الفيديو واستفادت لكم الفيديو إذا تول مرة تشوفنا أتمنى تشترك بقناة وتفعل زر الجرس حتى نصل 100 ألف مشترك بقرابة كتبت تحياتي لكم في أمان له ترجمة نانسي قنقر